السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله بدنا نأخذ مثالين مثال على ومثال آخر على كيف بدنا نحاكي عملية اختبار شرط بالميبس وكيف بدنا نحاكي لوب باستخدام الميبس طبعا الأمور هاي بالهاي اللي بالانجوج مباشرة عنا تركيب جاهز زي الفي ستيتمان زي الكيسز بنسبة للربطشن استركشار في عنا تركيب زي الوايل والفور بالميبس بدنا نتغلب أكثر من هيك بدنا نعرف التعليمات الدقيقة اللي من خلالها بإمكاننا نحاكي إشي زي الربطشن استركشار أوكي أول شغلة بنبدا فيها بدنا نتعرف على التعليمتين الرئيسيات اللي هم برانش إيكول وبرانش نت إيكول برانش إيكول إذا أو شو الفورمات تاه يعني برانش إيكول كالتالي برانش إيكول تأخذ ترجستر بتقارن بين محتواهم إذا كانوا متسويات تقفز لليبل اسمه الواحد تمام برانش نت إيكول بتشتغل عكس لبرانش إيكول بتقارن بين الرجسترين إذا كان محتواهم غير متساوي بتخفز إذن البرانش إيكول عكس البرانش نت إيكول أكي خلينا نأخذ مثال عليها المثال هذا طلع المثال هذا FI إيكول J إذن F بالساوي J زاد H عدد ذلك F بالساوي J ناقص H كيف بدوري كيف هذا محورنا هنا وسونانا عملية عندي مجموعة من الرجسترات هنا أكي S3 و S4 والصفر و S1 و S2 أكي S3 و S4 هنا بقابلوا إيش الـ I والـ J تمام الـ F بتساوي J زاد H الـ F هنا هي الـ S0 الـ J والـ H هم الـ S1 والـ H والـ S2 أكي كيف بدنا نحاول بدنا نحاكي العملية هاي بدنا نحط أرقام من عندنا أرقام فرضية شوف الـ S0 والـ S1 والـ S2 والـ S3 والـ S4 الـ S0 دعنا نفرض أنه فيها واحد والـ S1 دعنا نفرض أنه فيها صفر والـ S2 دعنا نفرض أنه فيها اثنين والـ S3 والـ S4 دعنا نفرض أنه فيها قيمتين مختلفات يعني هنا مثلاً خمسة وهنا القيمة ستة فنيجي نتبع الكود branch not equal S3 S4 else شو معناها؟ إذا كان محتوى S3 و S4 غير متساوي بدخفز للـ label اللي هو إيش else تمام؟ هسا S3 محتوىها خمسة و S4 محتوىها ستة ها؟ المحتوى غير متساوي إذن بدخفز للـ label اللي اسمه else لاحظوا الآد اللي هون والـ J اللي هون ما قربت عليهم branch not equal خليتني أقفز عن إيش عن الآد والـ J هدول اللي هون تعليمتين اللي هون خلتني أروح مباشرة على إيش على else تمام؟ يعني لو رقمت الأسطور هذا سطر رقم واحد وهذا سطر رقم اثنين وهذا سطر رقم ثلاثة وهذا أربعة وهذا خمسة شو بكون عندي صار هنا في الحالة هاي؟ أنا نفذت سطر واحد تمام؟ سطر اثنين وثلاثة أنا ما نفذتهم ليش؟ لأن الخمسة والستة غير متساويات فقفزت على label else ذكروا هاي branch not equal label else يعني نفذت أنا سطر أربعة شو سطر أربعة بقول لي؟ S1 و S2 شو محتوىهم S1 و S2 عندي إيش هنا؟ 1 و S و 0 1 ناقص صفر يساوي إيش؟ 1 إذن S0 لا S S1 و S2 أنا اللي بدي يهم S1 و S2 0 و 2 0 ناقص 2 القيمة عندي إيش؟ القيمة عندي سالب 2 إذن S1 سيتخزن فيها سالب 2 تمام؟ 0 ناقص 2 سالب 2 تخزن عندي فيه S0 سالب 2 هذول بنسميهم S1 و S2 هذا بنسميه destination register S0 هو destination register تمام؟ لو افترضنا أنه عندنا سيناريو آخر أنه S3 و S4 كلاهم فيهم إيش؟ كلاهم فيهم إيش؟ خمسة تمام؟ هم؟ نحيها يعني هون خمسة باجي بحكي أنه S3 و S4 فيهم خمسة هذا خمسة وهذا إيش فيه؟ خمسة خمسة تساوي خمسة؟ لا البرانش نات إيكون عند القيم المتساوي لا تنفذ تمام؟ خمسة خمسة تساوي خمسة إذن هاي لا تنفذ إذن مش هقفز على إيش؟ على الليبل اسمه إلس أنا نفذ سطر واحد هنفذ سطر اثنين سطر اثنين إيش؟ بقولي ساوي addition تمام؟ نحن بنرجع نتذكر أنه ما تعدى الإشي هسه نحن بنساوي أنا ظرأة مت أوكي فهسا S1 و S2 فيهم صفر واثنين صفر زادة اثنين two sources هذولا اثنين هخزنهم في S0 يعني صار عندي هنا بدل الواحد صار عندي اثنين عندي جمب لأكسيت جمب لأكسيت هاي بسموها unconditional jump جمب للايبل مباشرة بدون ما تختبر أي شرط جمب لأكسيت حقفز لإيش؟ للأكسيت يعني سطر طرعه ثلاثة تنفذ سطر أربع مش حيتنفذ وسطر خمسة حيتنفذ هاي الإكسيت هنا الجملة اللي هنا مهما كانت بنفذها تمام؟ إذن هسه نفت أنا واحد واثنين وثلاثة وإيش؟ وخمسة تمام؟ افرض إنه الكود هذا عدلنا عليه تعديل بسيط هسبوري كيف؟ يعني جينا قلنا لك خليها branch equal لو خليناها branch equal تمام؟ branch equal على نفس الconfiguration بس خلينا نغير الزير وإسي تغيرها هس لو حكينا هاي إيش هنا branch equal كيف؟ branch equal branch equal branch equal إذا كان متساويات بقفز لألس يعني في الحالي هاي أنا بقفز لأيش لألس يعني أنا نفذت واحد تمام؟ سطر واحد سطر اثنين وثلاثة ما نفذتهم رحت على أربعة نفذتوا سوات عملية subtraction S1 و S2 0-2 سالب صار عندي S0 سالب 2 بعدين بنفذ السطر تاع إيش تاع الإكس sequential بمشي بعدين تمام؟ إن شاء الله يكون هذا المثال واضح بالنسبة لكم هسأ بدأ شوف كيف بدأ ساوي عملية while loop وحكالة while loop نحاول نشرحها بأبسط ما يمكن عندنا while save the i تساوي تساوي يعني بدأ قارن عناصر list أو array اسمها save يعني هون عندي عناصر مثلاً خمسة ثنين ثلاثة ستة عشرة افرضوا إنه قيم تلكيه هنا مثلاً عشرة تمام؟ فأنا بدأ دور هنا بالsave هاي الأرية الاسمها save أو الليست الاسمها save بدأ دور جواها على القيمة عشرة مش هلقاها اللي بآخر موقع تمام؟ طبعاً المقارنة لغات high level language لكود هذا سهلة وتحرك بين موقع وموقع بتكون بزيادة بمقدار واحد أما إذا بدي أحكيها بالmaps لا والله بدي أتغلب بدنا نرجع على المفاهيم اللي حكينا عنها بالمحاضرة الماضية تمام؟ شو اللي حكينا أنا شطط المثال بالغلط مش مشكلة بعيدة بقولك ال-i وال-k-r إن S3 و-A و-S5 بقولك ال-i الكاونتر هنا مخزن في S3 فلنفرض إنه قيمته صفر وال-S5 مخزن اللي قيمة الكاونتر اللي هي مثلا إيش عشرة اللي بندور عليها وال-Base R مخزن بS6 فلنفرض إنه ال-Base تاع ال-R العنوان البداي تاع ال-R مخزن بS6 شو القيمة عندي هنا مثلا مثلا القيمة ألف تمام في تعليمي هنا اسمها SLL تعليمي بجوز غريب علينا ال-SLL هاي بتساوي شفت بمخدار إيش مخدار عدد البتات اللي محددها لإياها يعني أعطيك بيثال عليها قبل من بلش فيها S-S-L باجب أقول لك هنا $T1 $T2 فاصل مثلا 3 فلنفرض إنه T2 كان فيها القيم البانير التالي 0 1 1 0 1 تمام أسأل T1 T2 فاصل 3 معناها ضيف لثلت 0 بالبداية يعني زيحة الكمية هاي بيخدار ثلت 0 فبيضيف لثلت 0 هيك تمام وبعدين إيش بيكمل اللي القيم اللي هي 0 1 1 0 1 هاي الكمية اللي طلعت عنده هاي بيخزنها وين في T1 طبعا T2 لن يجرع عليه تغيير بس القيم اللي كانت في T2 أنا أزحت أزحتها مقدار ثلاث بيكتات وخزنت هوين في T1 تمام هتتوضح بالأمثلة إذن كان عندنا list اسمها save فيها مواقع يفرض القيم اللي مدور عليها 10 وكانت آخر إشي في هال list أو هال الري عندي ثلاثة خمسة عشرة قيمة الكي عندي قديش عشرة مخزن في S5 الكاونتر عندي الآي مخزن إيش بالثلاثة وعنوان بداية الأري مخزن في إيش بال لما أجي أقول لك هنا S صفر S3 قيمتها صفر آ تمام إنت زيحت مخدر بيتين يعني ضفت صفرين بالبداية T1 سيتخزن فيها AS0 بالباين فظلت القيمة عندي AS0 تمام فهذا قاعد بقول لي ذكروا الستة إنه فيها البيس على الرين هو AS0 الستة بقول لي T1 ضيف ليها على الستة T1 تخزن فيها صفر صفر مع 1000 1000 T1 صار فيها AS0 صار فيها 1000 إذن T1 هسا بعد العملية هاي خلينا نكتبها ملاحظة إنه صار فيها 1000 هسا بقول لي ساوى عملية load تمام وبدو يصل للموقع هذا في الأرية ذكر أن الاثنين هذا بأخذ أربع مواقع هسا بوريكم صفر زائد T1 صفر زائد 1000 1000 وين خدز لي ها في TH0 0 طلع بقول لك روح على موقع 1000 صفر زائد 1000 1000 روح على موقع 1000 إيش بيكون حسب الترمنولوجيز تاعت الليست أو الارية هاذ عنوان البداية تاعته 1000 فحيشغل الموقع التالي 1000 و1000 و1 و1000 و2 و1000 و3 إذا الاثنين بيكون مخزن ايش بأربع مواقع زائد ما حكينا بالمحاضرة الماضية تمام شباب بأربع مواقع بأربع بايتات فأنا قلت له load ايش 1000 حيروح ياخد القيم اللي بالموقع ايش 1000 بالبيت 1000 و1001 و1002 و1003 تطلع القيم ايش عندي اثنين تمام فT0 ايش صار فيها صار فيها اثنين اوكي هسا بقول لي branch not equal بقول لي اذا S5 وT0 القيم اللي فيهن ايش مش متشابهة branch not equal اخفز اللي ايش لx تمام فبنيجي هسا على T0 وعلى ايش على S5 شوف شو القيم اللي فيهن تمام هسا S5 بنشوف من حلونا السابقة S5 فيها القيم ايش عنا 10 تمام 10 وT0 عندنا فيها القيم اثنين اذا القيم اللي فيهم ايش مش متشابهة وفعليا القيم مش متشابهة بده يقفز لوين لx 6 لو كانت القيم متشابهة بده ننفذ الاد اي وحي ساوي جنب لل loop تمام هاي بقول لي branch not equal يعني اخفز لل exit اذا كانوا غير متسريات وفي حالتنا هنا كانوا ايش مع لهم غير متسريات فقفز فقفز لمين لل exit ما كمل في اللوب ما كمل ايش في اللوب لو كانت القيم هنا مش اثنين لو كانت القيم هنا عشرة تمام branch not equal بيجي بقارن S5 اللي مخزن فيها قيمة الكي زي ما قلنا لكم بقارن العشرة مع العشرة متساويات اه والله متساويات اذا مش هيقفز لأكس هيكمل add immediate هسا الثلاثة شو كانت القيمة فيها صفر صفر زائد واحد واحد الثلاثة صار فيها ايش هسا واحد اذا الثلاثة بطل فيها صفر صار فيها واحد جنب لللوب بنرجع مرة ثانية على اللوب هنا اه وبنساوي عليه ايش بنساوي عليه عملية ايش عملية shift فانا القيمة اللي فقى الثلاثة هاي المرة صارت عندي ايش القيمة اللي فقى الثلاثة عندي واحد بدي اصولها shifting مقدار اثنين انا عندي القيمة واحد shifting مقدار اثنين يعني بدو اضيف صفر 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 واحد صفر سفر تمام يعني شو صارت عندي القيمة واحد ثنين 4 صارت القيمة عندي ايش هنا صارت القيمة ايش 4 فT0 ايش حيتخزن فيها تيل واحد ايش حيتخزن فيها حيتخزن فيها المقدار 4 فهنا مرة ثانية الستة اذكروا فيها 1000 فيها القيمة ايش 1000 ما غيرت عليها 1000 زائد 4 صارت 1004 فتيل واحد حيتخزن فيها هاي المرة 1000 و 4 عملية اللود هنا شو بده يصير عندي عملية اللود 0 و T1 يعني عندي هنا 1004 زائد صفر 1004 1004 بدروه على العنوان 1004 وين العنوان 1004 هاي بس الاريس ذكروا انه العشرة كانت ب1000 و ايش كانت ب1000 و 1001 و 1002 و 1003 الكمية اللي بعد هتبدأ وين ب1000 و 4 وحتواخذ 1000 و 5 و 1000 و 6 و 6 و 1000 و 7 يعني اخذت عندي ايش 4 بايتات زي ما هو موفو تمام من 1400 و 7 هذول البايتات اللي مخزن فيها الثلاثة اللي مخزن فيها الثلاثة هسا القيمة عندي في SZ في T0 ثلاثة والقيمة اللي عندي في S5 شو القيمة اللي في S5 اللي هي قيمة الكيل هي عشرة بتساون مع بعض ما بتساون مع بعض فبدأ أخفز لمين لإكسيت و أنهي ايش البرنامج تمام هذا الشرح باختصار للبرنامج هذا تمام شرحنا البرنامج هذا الربطيشن ستركشور باستخدام الوال و شرحنا الافستيتمت باستخدام البرانش نك إيكوال وبرانش إيكوال يعطيك العافية